الناتقون بالحرية في شوارع الصخب السياسي لم يخرجوا من عنق زجاجة تشويه الحقوق بعد موصد امامهم باب العدل وميزانه وميزان العدل في العراق يتأرجح بين كفة يمنى باسم القضاء النزيه وكفة يسرى يثقل فيها اختراق سيادة القانون ومن يراهن على المجتمع العراقي وهو الاول في فهم المشهد ويعرف ان اللعبة كبيرة اللعب باسم شعارات الخداع لاطياف الشعب وفئاته تحت عنوين الاحزاب وبرامجها الانتخابية وشعاراتها بات اليوم مكشوفا ولم يعود العراقي في خداع ضيعت بسببه الحقوق رأس مال الشعوب والدول هو قضاؤها وان جيرت المحاكم لسلطة او نفوذ او رشاوة فصفق خاسرا واضحك من شر البلية كلمة السر المشفرة يعرفها جيدا رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان كلمة سر تستخدمها احزاب تقف في الظل تخرق القانون تخرق القضاء وتخلق الفراغ وهذا صنيعوا ايديهم فانظروا اليوم الى ما يصنعون يسأل السائل وينتظر منك الاجابة فانت المقبل على اختيار صوتك في برلمان مقبل هل ترضى بحال بلادك وقضائها وهو العراق الذي كان مضرب المثل في القضاء القضية اكبر من منساحة مقال صحفي ينشره المحنك في القضاء لكنهم اهل الخبرة يكشفوا زيدان اليوم الداء ويضع الدواء وبالوضوح المطلق المطلوب فان معظم الاحزاب السياسية بعد عام 2003 يقول زيدان لازالت على ذات الصنعة تكسب ود الجماهير وتصل وتجول وكأن العراق غابة للثعالب والوحوش هذا صوت الغاضبين ومقصد رئيس مجلس القضاء الاعلى فلا سلطة فوق القانون اما المقبل هو عيش عادل انهشمت احجار الشطرنج وانغلبت احزاب الخرابة وإلا فستبقى وجه الفساد فوق القضاء وفوق السلطة فوق القضاء فوق العمل والدور اشتركوا في القناة